وتواصل الجهات المعنية في المنطقة الشرقية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع العامة وكذلك أيضا في المشآت التجارية حدثنا عن هذه الأعمال الرقابية من الدمام ورسلنا محمد أدهام أهلا بك محمد مساء الخير ولعلك تطلعنا على أيضا تطبيق والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحال التجاري لديك نعم زميلي أحمد مساء الخير لك ولكل من يشاهدنا عبر الإخبارية بالفعل إجراءات احترازية مشددة هنا بالمنطقة الشرقية للحفاظ على المجتمع هنا بالمنطقة الشرقية وأيضا من خلال رصدي وتواجدي بالأماكن العامة في المجمعات في المقاهي في المطاعم المنشآت مشددة إجراءاتها الاحترازية وأيضا هناك تجاوب من المجتمع ولكن أعتقد أنه لصابات الفترة الماضية كانت في الأماكن المقلقة كما تحدثت الجهات المعنية في ذلك نتحدث إليكم من أحدى المجمعات التجارية هنا بوسط الدمام وبشكل عام وسط الدمام منطقة تشهد نشاطا اقتصاديا وتجاريا ومعروفة هذه المنطقة لأهالي الدمام بها العديد من المجمعات والأسواق وأيضا يتواجد بها سوق الخضار المركزي وسوق اللحوم والأسماك بلدية وسط الدمام خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية أقلقت أربع منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية نتحدث أثناء تجولي في المنطقة الشرقية تحديدا في حاضرة الدمام وتشمل الظهران والخبر هناك تجاوب والتزام من المجتمع ولكن يجب ولكن في المواقع تلك في حاضرة الدمام بها جهات رقبية وهناك مراقبة مستمرة بكل صراحة نتمنى أن تكون هناك رقابة ذاتية وأيضا الثقافة تبدأ من الأسرة تثقف أبنائها أيضا نبتعد عن التجمعات نحن نعرف أن نحن على قرب من شهر رمضان المبارك أداتنا ومجتمعاتنا أن نتقارب في رمضان لابد أن كلنا مسؤول في هذه الفترة لنصل ولنعبر لبر الأمان وكما ننصح الجميع بالتشجيل لأخذ اللقاح وأن يبتعدوا أن تكون هناك رقابة ذاتية أن يبتعدوا من كل مكان به تجمعات لا يلزم أن تأتي جهة وتقلق المحلات حتى لا أحد يأتيها أنت كشخص كمسؤول عائلة إذا أتيت إلى مجمع تجاري مقهى مطعم رأيت أن هناك به تزاحم لا تدخل وأبلغ أيضا ننصح أن كلنا نتعاون ولا نتهاون ونبلغ الجهات ذات الألاقة والمعنية حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه هذه الصورة من هنا من الدمام زميلي أحمد شكرا لك محمد دهام على هذه الصورة